بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خير مؤلم الناس الخيرة اما بعد حياكم الله جميعا احبة الطلبة طبعا اليوم رح نبلش في حل اسئلة مراجعة الوحدة الاولى وبندح على عدة نقاط صراحة لاهمية الموضوع في بعض الافكار لم ترد سابقا خلال شرح الكتاب بمعنى تمام رح نتعامل محاوين في اسئلة الوحدة باذن الله بس اخلص هذه الحصة رح انزل لكم ايش اوراق عمل فيها من بعض افكار اسئلة الوحدة بشكل مميز ولطيف وخفيف باذن الله ونبدأ مع بعضنا يا باشا السؤال الاول رح يكون ضع دائرة رح تكون بدايةنا من السؤال اضع دائرة ما العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطسية التي تؤثر في جسيم اسمع لا تكمل قوة المغناطسية تؤثر في جسيم اضع قانونها ف بي تساوي كيو في بي ساين الثيتا الان بيقول لك هون مش من العوامل بيقول لك هون من العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطسية التي تؤثر في جسيم مش هون متحرك مقدار الشحنة وسرعة الجسيم تمام اكيد هي مقدار الشحنة وسرعة الجسيم ايضا المجال والزاوية بين متجه السرعة و متجه المجال فهو شو بيحكي لك حيث تزداد القوة المغناطسية هو قصد عن قوة المغناطسية بزيادة السرعة ونقص الشحنة مستحيل اقول لكم ليش بس لاحظوا معي الشحنة والسرعة والمجال والزاوية هون كلهم على قطة طردية كلها كلها السرعة هي برده مستحيل بزيادة السرعة وزيادة الشحنة نعم انت زيد الشحنة وزيد السرعة بزيد القوة المغناطيسية اذا الاجابة هي فرع باء وعرفنا هاي الاجابات من خلال قانون بس تطبيق مباشر الان عند تمثيل المجال المغناطيس المنتظم لما يقول لك المنتظم كون عارف شو بتحكي بخطوط مجال فانها تتصف بواحد من مياتي اولا نشوف الفروع هل تكون منحنية بتشكل حلقات غير مغفلة استادي هو قيل لك منتظم يعني جميع انواع المجال المغناطيسي الناشع عن مجال مغناطيس مستقيم او ملف دائري او لو لب الشو مكان خارجة بتكون منحنية وفي انحناءات لما تشوف كلمة منحنية المنتظم ما في منحنية المنتظم ما في منحنية نهائيا 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 تمام اصلا هاي اصلا غلط لانه لازم تكون مقفلة اصلا هذا الفرع وهذا عشان كلمة منحنية خيار هذا غلط شوفوا فرع باء خطوط متوازية هي نعم الخطوط تكون متوازية لكن المسافات غير متساوية لا غلط هيك بصفة غير منتظم لانه اذا المسافات غير متساوية المنطقة فيها خطوط اكثر بتكون مجالها اكبر نحن قلنا هذا مجال منتظم فعناي نقطة متساوية اذا خطوط متوازية والمسافات بينها متساوية هذه هي صفة خطوط المجال المغناطيسي المنتظم سؤال فرع ثلاث يتحرك ايون موجب باتجاه محور اكس الموجب داخل غرفة مفرغة فيها مجال كهربائي باتجاه سالب واي الان مجرد ما شفت مجال كهربائي باتجاه سالب واي فانت بتفهم شغلة انه انت في عندك هون منطقة شحنات موجبة وانت هون شو في عندك منطقة شحنات سالبة طب لش يكمل احنا عارفين دين من المجال من الموجب الى السالب هاي قاعدة بدية بيقول لك اي اتجاه يجب توليد مجال المغناطيسي لحيث يمكن ان يؤثر في الجسيم بقوة تجعله لا ينحرف اذا كانت محصلة القوة المؤثرة في الجسيم سفران فهو لا ينحرف وبالتالي انا بتدفهم اني بانا بتعامل مع الجسيم ودائما الجسيم نهمل وزنه فلما تجعله هذاجسيم يجل الدين في الجسيم السفران اقتراض يتأثر بقوة كهربائية نحو الاسفل هايowaneه قوة كهربائية قوة كهربائية قوة طب لماذا قواة كهربائية نحو الاسفل؟ هو موجب وفيه صفيحة سالبة فبتجذبه إلها يعني لو أنت جيت على المجال زيك وكان هذا الطرف موجب وهذا الطرف سالب وقلت لك أنت هون سالب أكيد هذا راح ينفرك ورح يجذبك هذا الطرف فهيك بصدر قوة كهربائية وصلت تمام يعني إحنا هسا عرفنا أنه فيه قوة كهربائية نحو الأسفل معناته من الآخر وعبلاته وكل الاحترام من تقدير حتى يتزم مش يتزم بمعنى أنه يتحرك بسرعة ثابتة هذا الأيون لازم تكون القوة تحت مساوية للفوق فبيلغوا بعض بظلوا متحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم لا بينحنى تحت من قوة كهربائية ولا بينحنى لفوق مع القوة المغناطسية الفكرة إذا أنت ما قطرت بقوة المغناطسية شو راح يصير فيه راح يمشي زي هيك وينزل صح ممتاز هاي الفكرة طب لو كان ما فيش قوة كهربائية كان فقط قوة مغناطسية راح يمشي يطلع في مصار دائري وأنا ما بدي أنا بدي أصير في خط مستقيم فكيف ممكن أخليه يصير في خط مستقيم معناته إذا قوة كهربائية لتحت لازم يكون في قوة مغناطسية لفوق مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه طيب يعني أنا هيك عرفت أن القوة المغناطسية لوين لفوق مية بالمية هالصح هو شو بيقول لك ما بيصير على قوة مغناطسية مشكلة الطلاب المساكين بروح بيحط هاي الخيار وخلاص هلأ غلط تعرف ليش غلط هو شو طالب منك أي اتجاه يجب توليد مجال مغناطيسي يمكن أن يؤثر في الجسيم بقوة لا تجعله ينحرف الآن هذا اتجاه القوة المغناطسية أنا ما بدي اتجاه القوة المغناطسية أنا بدي اتجاه المجال اللي بيخلى القوة المغناطسية بهذا الشكل هالصح هو جسيم في مجال كهربائي فتأثر بقوة كهربائية فADEM عشان يكون في قوة مغناطسية لازم يكون في مجال المغناطسي كلون قوة كهربائية إذن في مجال كهربائي قوة الاتجاهات في مجال مغناطيسي هاستاذي إنت عارف هatto الجسيم لمن يحرك الان تุغل على الأصلي كل illumناكر كونك استخدام سرعة لمحور الـ X المجال المغناطيسي اما موجب زد اما سالي بزد نشوف نجرب يا استاذي لجوه وجه مع السرعة زبطت معنا طلع كف اليد لفوق زبطت معنا طلع تقوم مغناطيسيا موجب وي اذا لاجم المجال المغناطيسي لوان يكون يا حلوين يكون لجوه شفتو كيف طب اذا كان لبرا شو بصير تعال شوف هي لبرا وجه مع السرعة بتلاقي القوم مغناطيسية للاسفل لا تحت فهيك مشكل لا انا بديها لفوق عشان اذا كان لتحت هيك يستاذي بين حلو تحت ما بيزدي تسير بخط مستقيم انه ما بتطير القوة المغناطيسية مع القوة الكهربائية لا انا بديها معكس بعض عشان يطيروا بعض معناته المجال المغناطيسي لوين؟ هيوا نحو الداخل اذا باتجاه ساليب زد بعيدا عن الناظر نحو الداخل بس طب لو كان نحو الخارج والطالب المسكين غلط وحط نحو الخارج راح تكون اتجاه القوة المغناطيسية ليس هيك ستكون كمان هيك شفتوا كيف فهي كما راحي تظلوا سائر بخط مستقيم هيك انت ما لغيت القوة هيك راحي نحرف بشكل اكبر كمان الآن نشوف السؤال البعدي ثلاثة ربع الطلاب راح تغلط وتضحط هذا الخيار لما تطلع القوة المغناطيسية عادي هو مش طالب منك قوة مغناطيسية يقول لك اي اتجاه يجب توليد مجال مغناطيسي هو اللي طلع قوة مغناطيسية نحو موجب واي يستخدم المجال المغناطيسي لحساب الشحنة النوعية للجسيمات ماذا يقصد بالشحنة النوعية لتعملنا معها صادقا Q على M الشحنة النوعية اكيد ما دخل مربع كتلة ولا مرة شفنا مربع كتلة هون يعني الخيارات اللي فيها نسبة كتلة الجسيم الى مربع شحنته او مربع كتلته غلط هس الطالب يحتار اما نسبة كتلة الجسيم اللي شحنته او نسبة شحنت الجسيم الى كتلته الاشي اللي تعملنا معه Q على M ما تعملناش مع M على Q احنا اخذنا Q على M شو تساوي هي الشحنة النوعية للجسيم وهي تساوي ايش يا استادي تعملنا معها اكثر من مرة بس بهذا الشكل الله يعطيكم العافية اذكركم فيها كيف تعملنا معها كمان ذاكا لما كنا نحكي R تساوي M V على Q B طيب فرحنا يا استادي زبطنا هذا القانون شو سوينا تعالوا معي ضربت باختصار بسيط بV على B تضرب بمعقوصة يعني تضرب هون BB على V باي باي تضرب هون BB على V فصارت BR على V تساوي M على Q رحت بعدين قلبت صارت Q على M تساوي V على BR اذا ذكرينه فكنا نحكي Q على M هي تساوي الشحنة النوعية للجسيم واللي هي نفس السرعة على BR اذا ملخص الحكاية والكلام كله نسبة شحنة الجسيم الى كتلته هي تعبر عن الشحنة النوعية للجسيمات عندما يتحرق الجسيم مشحون حركة دائرية في مجال مغناطيسي منتظم متى يزداد نصف قطر المسار يعني متى يزداد المسار دائر نصف قطره طبع انت عارفه قانون R هسا كتبته M في V ب Q في B نشوف بناء الخيرات بيحكي لك السؤال هذا بزيادة المجال وزيادة الشحنة نشوف هسا اذا انت بتزيد المجال و بتزيد الشحنة الاصل انا راح يقل نصف القطر وهذا الاشي خاطر انا شو بدي ايا متى يزداد اذا مستحيل هذا الخيار اذا مستحيل هذا الخيار نجرب بزيادة الكتلة و نقص المجال طيب جرب زيد الكتلة بيزداد نصف قطر طب جرب نقص المجال ايضا يزداد نصف القطر لانه المجال على اقتعاكسية من نصف قطر اذا الخيار باع طب نتاكد من باقي الخيارات انهم غلط ولا صح تعالوا بنقص القطرة و نقص السرعة هسا ايدي بتنقص السرعة فالنصف قطر راح يقل فما بيزبط انسى cancel فورا بنقص القطرة وزيادة المجال لا اسمع انزل قتلة اذا نقصتها مصيبة قلت نصف قطر والمزاء المجال اذا انت زدت المجال فراح يقل نصف القطر اذا مستحيل الخيار الوحيد المناسب هو فرع با 100% الان نشوف الشغل اللي بيصير عنا هون سلكان مستقيمان متوازيان لا نهائية الطول يحملان تيارين متصاويين باتجاه مو سالب زد لا جوا هاي السلك الاول هاي السلك الثاني ياسيدي تعامل مع الموضوع بسلاسة اعتبر هذا السلك الاول واعتبر هذا السلك الثاني شوف معي شو بصير عندك النقطتين بي وكيو واقعات على محيط السلك تبعدان عن السلكين مسافات متساوية هو عمل لك الدوار عشان نساعدك بتحديد تجاهد المجال انك تعمل على شكل مماس من الاخر اذكركم كيف كيف لما تقول هاي السلك هاي لجوا وقلت لك هاي النقطة فبتقول لي تعال لجوا يعني هيك مماس يا عين عليكم تعال شوف معي تبعدان لها السلكين مسافات متساوية يعني كلاهما نفس الار ونفس الار تماما فاش مشكلة طب نفس الار طب انا عارف القانون بي تساوي ميو نوت بي اي على اثنين باي ار ايضا نفس التيار كيف عفت هيو حط لك اي حط لك اي بس يحملان تيارة متصاويين كما نحكي لك اذا المجال الناجع من السلك الاول نفس المجال الناشع عن السلك الثانية عند نفس النقطة كيف يعني؟ هون ميو نوت نفسها والتيار نفسه والبند نفسه عند النقطة واناوة المجال التجاه من السلك الثاني عند النقطة بيه ممتاز في مجالة منعادة متصاويات فمعنا تصبح محصر ق technique ولكن وعند نصبح مجاله سوف يتجاه ماجهة محصر عند نقطتين B و Q بدا تطلع الناقطة B أنا عند السلك هذا سوف يتجاه مجاله سوف يتجاه مجاله يتجاه دوران وسوف يتجاه مجال السلك الأول سوف يتجاه مجال السلك المثال بدور هيك هايو طيب الان عند النقطة بيه اتجاه المجال الناشئ عن السلك الثاني هايو اعمل ممس طيب اتجاه المجال الناشئ عن السلك الاول نفس الاشي اعمل ممس هاي شايف الدائرة هاي اعمل ممس عليها صح يلا ممس عليها يا حلوين هاي ممس لاحظ انه النقطة بيه هاي ها لو فترطف هاي المحاور هاي بدي ساعدك عشان نحدد المحاور عشان نعرف انهم مينين عن المحاور وصلت انا ساعدتك بتحديد المحاور طيب هذا مجال الثاني هذا مجال السلك الاول طيب شوف معي كيف هاي مجال السلك الثاني وهي مجال السلك الاول بنفس الزاوية طيب نشوف شو بدي سير طيب شو بدي سير يا استادي السلك الثاني رح يتفكك لمركبتين والسلك الاول رح يتفكك لمركبتين مركبة افقية ومركبة عمودية معنات المحاصر رح يطلع بيناتهم زي هيك وهسا بفرجيك وليش هسا لحالكم بتشوفه انا ما رح اتدخل السلك الثاني رح تقول لي استادي انه مركبة افقية ومركبة عمودية فنفترض الافقية هي بي اثنين اكس والعمودية هي بي اثنين واي نفس الاشي هذا السلك الاول السلك الاول مجاله رح يتفكك لمركبتين بي واحد اكس وكمان بي واحد واي لاحظ معي شغلة البي اثنين اكس رح تطير مع البي واحد اكس طب ليش لانه هسا مجال واحد نفس مجال اثنين كمقدار ليش نفس الميو نوت نفس التيار نفس البوت اذا نفس المقدار تمام ايضا موضوع الزاوية هي نفسها ما فرقت اشي شوفوا كيف هاي الزاوية نفس هاي الزاوية معناته هذا بطير معها بالصف المحصل موجب واي باختصار بسيط عند النقطة بي موجب واي هنا فهمناها يعني عند النقطة بي محصلة المجال هي نحو موجب واي وبالتالي عند نقطة بي مستحيل هاد مستحيل هاد مستحيل هاد اكيد 100 % هي النقطة نتاكد من الموضوع ونشوف اذا فعلا فعلنا صح ولا لا دقيقة حلوين تمام حسى يلا عند النقطة كيوم يجب ان تطلع سلبوية عشان يطلع شغل صح 100% تعالوا شوفوا معي هاي النقطة كيوم بالله عليك ان تطلع انت المجال ماشي 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 اعمل مماس هون تمام هذا مجال السلك الثاني مش قلنا هذا الثاني هذا الاول تعال معي نفس الشي المجال ماشي 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 اعمل مماس هون ما هي الدائرة اسمع اوضح لك الدائرة عشان تكون فهم ليش انا بعمل المماس بهذا الشكل يعني هاي طلع معي هاي الدائرة شايفها شايف الدائرة ممتاز هاي الدائرة هيك الان شايفين النقطة هون طيب بدي اعمل المماس هاي المماس فصفت عند النقطة كيوم يعني عندك مجال ميل هيك ومجال ميل هيك طب هاي النقطة كيوم وهاي بيين لي المحاور في مشكلة لا والله يصدر معادة رح تلاقي انه في مجال ميل هيك بي اثنين وفي مجال بي واحد ميل بهذا الشكل. انا اياكم عارفين ان هون راح يتفكخ مركبتين افقية عمودية وهذا مركبتين افقية كمان عمودية فهاي راحت معها وصفة المحصل سالم واي بس. اذا احنا عرفنا شغلنا هون وهذا سؤال متوقع وزاري لانه بيعجب عدد كبير من الطلاب دير بالكم. هاي الاسئلة الوزارة بتكيف عليها بتبين الطالب الشاطر. اذا انت محتار مثلا بالنقطة به كيف انت حددت استادي يعني هاي اسمع عشان اخطط انا. يكون الموضوع واضح. هاي هاي الدائرة صح? تمام. اتجاه المجالة نبين معي. معناته عند النقطة راح يكون عبارة عن مماس. شفتوا كيف? هاي الفكرة اللي انا بحكي عنها. بس. لاحظ انه هاي الدائرة بالخط الاسود. هاي الدائرة بالسلك الاول. نفس الاشي راح تكون مماس. الان خلصنا هذا السؤال امورنا فل شمعة من ورا هون مية بالمية ما فيه اشكالية. تعالوا شوفوا معي باقي الاسئلة. الان سؤال اثنين الفكرة كالاقاتي. انه المجال مغنطيسي لحو اليمين. الجسيم طرح شماله نحو سالب زد. يعني جاي هيك بده يدخل بالصفحة. يعني نفترض الجسيم هون. انت عندك جسيمين. تمام? جاي زيك نحو داخل الصفحة. هايو. لداخل الصفحة. متفقين? تمام متفقين. بيقول لك فانحرف احدهما نحو موجب واي. والثاني نحو سالب واي. طب فسر سبب انحرافهما بهذا الشكل. طب انت فكر منطقيا. السرعة عن نحور الزد. المجال عن نحور الاكس. معنات القوة المغنطيسية عم احور الواي. مليون بالمية هاي. صح? فبالصف يا موجب واي يا سالب واي حسب نوع الشحنة. ممتاز. اقول لك انت كيف تتخيل الموضوع. السرعة لجوه صح? طيب لنفترض كان الجسيم موجب. لنفترض كان الجسيم موجب. هاي المجال. والسرعة لجوه طب بهذا الشكل هاي لجوه. شايفين كيف السرعة عاملها لجوه? لجوه هي شايفين كيه? طب هاي السرعة لجوه وهي المجال. معنات القوة المغنطيسية سالب واي اذا كان موجب. معنات القوة المغنبصية لوين لسالب y طيب طب إذا كان الجسيم السالب بس بتعكس شو بالسر قوم عنصية لموجب y بس أنا هاي هي الفكرة اللي بحكي عنها بكل بساطة إذن نحن نقف إلى هنا بسؤال في السر وبس الآن السؤال الذي يليه وهو الأخير ونختم به والله إلا شوف إذا فيه وقت عشان فيه موعد ثاني صراحة أقول لكم نختم فيه بإذن الله في هذا السؤال أنا عندي موصلين مستقيمان متوازيان يحمل كل منهما طبعا إجابة هذا السؤال شو سبب انحرافهما بهذا الشكل اختلاف الانحراف اختلاف الإشارة يسبب اختلاف اتجاه القوة المغنبصية ومرة موجب ومرة سالب وحسب موصلين مستقيمان متوازيان يحمل كل منهما تيارا كهربائيا باتجاه الصفحة هي موصل وهي موصل فبيقول لك معطيك تيار الأول معطيك تيار الثاني فالقوة التي يؤثر به الموصل الثاني في وحدة الاطوال من الموصل الاول طب خلص انا عارف هاي القوة خدنا قانونها ميو نوت اي وان اي تو ال على اثنين باي ار انا عارف هذا القانون وانتو شفته كنا عارفينه ميو نوت عبارة عن ثابت اربعة باي ضرب عشرة السالب سبعة طيار الاول اثناش وطيار الثاني اربعين طاب اذا صحあの مسافة البعد بين السلكين طب هيوا البعد ديتم هي المستقيم عشرة سنتيمتر يعن بيطؤلي هون يا أستاذي عشرة ضرب عشرة والسلب اثنين يعنى بمعنى واحد ضرب عشرة والسالب مش بتزغرة�로 تكبر سلب واحد هيى عشرة سنتيمتر هي عشرة ضرب عشرة والسلب اثنين نظغر كبر خلاص باي مع باي راحت على اثنين فيها واحد على اثنين فيها اثنين فصفت اثنين ضرب اتناعش ضرب اربعين طب شوي احنا لش نتعامل مع هذا الرقم الزنخ الاربعين بقدر ابصط اكثر واريح بالي بقدر اقول لك تعال شيف سفر كبر هون صح طيب اثنين ضرب اربعة فيها قديش فيها ثمانية طيب ممتاز ثمانية ضرب اتناعش يعني صفت الارقام ثمانية ضرب اتناعش ضرب عشرة سالب سبعة زاد واحد فيها سالب ستة وتحت شو فيها حلوين فيها عشرة والسالب واحد ارفحها لفوق زائد واحد خلص طب ثمانية ضرب اتناعش هي اتناعش ضرب ثمانية ستة ثمانية واحد ثمانية ستة تسعين صفت ستة تسعين ضرب عشرة والسالب خمسة نيوتن لكل متر وبس اذا احنا هيك حسبنا القوة المغنرسين مؤترة لوحدة الاطوال بكل بساطة اذا كان في خطع في الارقام فجل ما اللي لاسه فبكون انا باش نتبه على الموضوع الآن المجال المحصل عند النقطة بيه طب انت شوف افهم الشغلة انت في عندك مجالين عند النقطة بيه انا عارف انه في مجال واحد ناشع عن السلك الاول وانا عارف انه في مجال اثنين ناشع عن السلك الثاني انا عارف انه قانون المجال المغناطيسي عند السلك عبارة عن ميو نوت بي اي ون على ثنين باي ارون والميو نوت انا عارفها كالاتي معي التيارات وكل شي يعني هي اربع باي ضرب عشرة والسالب سبعة ضرب تيار واحد عبارة عن اتناش على اثنين باي ضرب بعد السلك الاول عن النقطة ستة سنتيمتر يعني هي ستة ضرب عشرة والسالب اثنين فصفت من الاخر عبلاطة نشوف انه معنا وقت يا رب لانه في حجز نعم ان شاء الله ثلاث دقائق الباي مع الباي تمام اثنين ضرب ستة اثناش مع اثناش هاي راحت العشرة السالب اثنين ارفحها لفوق موجب اثنين فصفت اربعة ضرب عشرة والسالب خمسة تسلا طب لوين طب انت هاي شوف اسمع اعمل دائرة هون حوالين هاي السلك طبعا راح تلاقيه انه لوين راح يكون معاك دقيقة انتبع الموضوع طبعا كيف راح يكون معاك عشاك الدائرة مش بدك تعمل دائرة ممتاز مماس طب هو لجوة راح يطلع موجب طلع كيف عرفتها دائرة هيك المجال ممتاز فرح يطلع موجب واي اذا ما عرفت المجال الاول هون عنا كيفissant موجب يعني هاي النقطة به المجال الاول موجب ي اللي هو مجال مين مجال واحد موجب واي طب انا اياكم عارفين انه المجال الناشئ عن السلك الثاني يعني اعمل دائرة زي هيك كبيرة فرح يطلع يعني هو لجوه هيك المجال فرح يطلع يصبح سالب اكس. انا اعرف انو اياكم انو رح يطلع سالب اكس. تعالوا نطلع مقدارو اربعة ضرب عشرة والسالب سبعة ضرب التيار اربعين. شوفوا سرعة الحالية كبير اثنين ضرب بعدو ثمانية سنم تحكين انت عن ارقام فخمة ثمانية ضرب عشرة والسالب اثنين. انو اكم عارفين انو ع ثمانية فيها واحد. ع ثمانية فيها خمسة. باي باي. عثنين فيها صفت اثنين ضرب خمسة عشرة ضرب عشرة ارفع الى فوق مولدق اثنين سالب سبعة زالة اثنين سالب خمسة تسلا بس نحن حددنا عملنا دائرة ماشينا مع المجال طلع نحو سالب اكس اذا هذا سالب اكس لاحظ انه المجالين متعمدات اذا فورا اذا متعمدات يعني طلع هاي عندك النقطة في مجال هيكة مجال اثنين وفي مجال هيكة مجال واحد عفت غارس المحصل عنده النقطة بيه عبارة عن تحت الجذر الاول تربيع مش قلنا اذا كان متعمدين نفس القوة اذا متعمدين عادي عن محصلة الاول تربيع اربع ضرب عشرة اثنين سالب خمسة تربيع بصير ستاش ضرب عشرة اثنين سالب عشرة زائد مية ضرب عشرة اثنين سالب عشرة بس تسلا لوان المحصل بديجي بزاوية بيناتهم بس بديجي ايش يا استادي بزاوية بيناتهم هذا المحصل عنده النقطة بيه كيف بدك تطلع الزاوية هاي هاي انت عندك مجالين زي ما انت شايف بديجي بزاوية بيناتهم عدبرها فاي بتروح بتقول لي عادي تاني الفاي تساوي المقابل عادي مجاور بي واحد عادي المجاور بي اثنين هاي المجاور مجاور للزاوية بي اثنين اذا نضى المقابل بس فمعاك بي واحد معايا اثنين وعاو Helena حسبة تطلع كال ort الان نفس الشي هاي من مية وستاش ضرب عشر سالب خمسة يعني على الالة الحاسبة او انك ممكن تبسطها انك تقولي تعال كبر بزغر سالب ستة فبصير جدر الالف ومية وستين وطلع البره هاي من السالب ستة تحت الجدر طلحها البره بصير سالب ثلاث لانه سالب ستة عثنين سالب ثلاث تسلا طب انا عرفت المقدار وما عندي مشكلة فيه وعارف فكرة المحصلات بس مشكلتي هون الاتجاه استاذي انت خضت القاعدة بدية اعتبر القوة كانت هيك والقوة هيك فالمحصل بيناتهم وهي الزاوية بتستخدمتها انفرسوا بس الله يعطيكم العافية ويسر عمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته